ترجمة نانسي قنقر وأشار التوفيق إلى أن الحركة الشبابية حققت تقدما منحوظا وذلك عطفا على الإنجازات الشبابية التي حققها شباب الخليج في مختلف المجالات على المستوى القري والعالمي جاء ذلك خلال ترأس سعادة وزيرة شؤون الشباب وفدى مملكة البحرين في الاجتماع السابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم في دولة قطر وبيّنت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن الاجتماع ركز على رسم السياسات المستقبلية للقطاع الشبابي والرياضي في المرحلة المقبلة باعتباره مرتكزا مهما وأساسيا في المجتمع الخليجي وأشارت سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى أن الاجتماع خرج بنتائج مثمرة ستسهم في دفع عجلة التعاون الشبابي والرياضي بين الدول الخليجية وتعزيز مؤسسات العمل الشبابي والرياضي المشترك وناقش أصحاب السمو والمعالي وسعداء الوزراء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب بدول المجلس ترجمة نانسي قنقر